السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم. نهاردة ان شاء الله هنشرح ازاي تخلي الفيديوهات بتاعتك عليها حقوق طبع ونشره بحيس ان ما فيش حد يستخدم الفيديوهات دي غيرك. ولو حد استخدم الفيديوهات دي او اه اعاد استخدامها تاني عنده في القناة بتاعته. فانت ممكن تعمل ابلاغ على الشخص ده او على دوك وتسبب في مخالفة وان هو يحزف الفيديو من عنده. دي حاجة. تاني حاجة ان انت ممكن برضو تعمل الفيديو بتاعك متاح لاستخدام لو انت بقى رجل بتحب يعني كده وبتحب ان انت الفيديوهات بتاعتك الناس تستخدمها فيش اي مشكلة برضو هتشوف الموضوع ده معنا النهاردة. انا كنت الفيديو اللي فات شرحت ازاي تقدر اه وانت بتبحس عن اي فيديو تقدر تحدد ازا كان دوك عليه حقوق استخدام ولا معلوهوش اه او ان انت تعمل تصفية او فلتر للفيديوهات اللي عليها حقوق استخدام او حقوق طابع ونشر والفيديوهات اللي معليهاش طابع ونشر. اه طبعا هنخش على طول على الصفحة بتاعتنا. ولو انت شغالين من على الموبايل اه هتجيب او اي متصفح انت عايزه لان ما ينفعش تستخدم الموضوع دوت من على تطبيق اليوتيوب هتجيب متصفح جوجل كروم وهتكتب في السيرش بتاعه يوتيوب وهتخش على اليوتيوب المتصفح هتلاقي فيه تلات نقاط موجودين فوق على الشمال هتدوس عليهم وهتختار العرض باصدار سطح المكتابة وبكده يبقى انت عرضت التليفون بتاعك كأنه جهاز كمبيوتر او لاب توب. اه دلوقتي هنخش على اليوتيوب الاصدار التجريبي. هيبدأ يحمل معانا هو زي ما انتم شايفين هنختار من شيء المحقاوة الكلاسيكي دي علشان التجريبي دوت لسه مجهز يعني. اه هنجيب القناة تحت المنتدى يعني مدير الفيديو بس مباشر المنتدى القناة. القناة بقى فيها هنلاقي فيها خمس اختيارات هنختار الاختيار التالت اللي هو الاعدادات التلقائية للتحميلات هندوس عليها. هنا الاعدادات التلقائية للتحميلات يعني اي حاجة هنعملها هنا هتظهر في كل الفيديوهات بشكل تلقائي. في حاجة بقى هنا اسمها الترخيص اللي هي تالت واحدة. الترخيص دوت طالما هو مكتوب ترخيص يوتيوب القياسي. يبقى انت كده الفيديوهات بتاعتك كلها عليها حقوق طبع ونشر وفيديوهات محمية بموجب ترخيص يوتيوب القياسي. ولو لقيت حد باستخدامها يبقى انت ممكن اه تعمل فيه اللاغ وممكن تخليه يحزف الفيديو ده. طب لو انت عايز الفيديوهات بتاعتك يعاد استخدامها في حاجة تانية تحت هي اسمها اه ترخيص هتدوس عليها وتعمل حفظ يبقى انت كده اتحت للغير استخدام الفيديوهات بتاعتك وما تقدرش تبلغ عنه او اه تقدر تحزف الفيديوهات بتاعتك من عنده. اه دي يعني كده ببساطة الموضوع بتاع النهاردة. لو انتم بقى لاحظتم فيه هنا الوصف هنا فيه وصف سابت يعني انا عامل وصف سابت حاطت فيه الوصف بتاع القناة بعد الفيديوهات المهمة بعد الروابط الموقع بتاعنا جروب اه دعم قناوات اليوتيوب يعني لو عايزين تشترك فيه اه صفحتنا على تويتر اهم الفيديوهات الوصف السابت دوت بيوفر عليك كتير جدا انت مجرد ما بتعمل وصف سابت بيزهر معاك بشكل تلقائي لكل الفيديوهات يعني انت بس كل اللي عليك ان انت هتخط الوصف بتاع الفيديو نفسه لكن الوصف ده هيزهر مع الفيديوهات كلها وده طبعا يعني هيزود معاك نسبة المشاهدة بحيث بحيث الناس اللي هتخش على الوصف دوته وهتدوس على الفيديوهات القديمة بتاعتك او الروابط بتاعتك هيزود التفاعل معاك دي بالنسبة للوصف السابت انا عاكم كنت اعمل فيديو عن الموضوع ده هيزهر معاكم في البطائق دلوقتي آآ ياريت تشوفوه برضو هيفيدكم كتير جدا فيه برضو حاجة اسمها لعلامة التجارية انا كنت برضو عامل لها فيديو ازاي تضيف علامة تجارية او براند او لوجو للقناة بتاعتك هيزهر آآ في كل الفيديوهات بتاعتك بشكل ترقائي برضو هيزهر الفيديو في العلامة موجودة معاكم فوق دلوقتي واسيب لكم برضو الروابط دي كلها في ياريت تشوفوها في النهاية بتمنى ان يكون الفيديو يعجبكم وياريت لايك للفيديو ولو فيه اي تعليق سبهولي في التعليقات انا برد على كل التعليقات والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته